نتحدث عن تعلم مؤسسي كما يتعلم الأفراد كذلك تتعلم مؤسسات وهذا تأكيد لما قاله الدكتور سيد وإدارة المعرفة على اعتبار أن التعلم الهدف الرئيس منه هو الحصول على المعرفة بالتالي فعندما نتحدث عن تعلم مؤسسي فنحن نقصد به بالدرجة الأولى المسار أو المسلسل أو البروزيس وبالتالي هناك مجموعة من المراحل أو الأساسية التي نحتاجها لكي نتعلم وعندما نتحدث عن إدارة المعرفة فنحن نتحدث عن كيفية التعامل مع البيانات من خلال تجميعها من خلال كذلك تحليلها من خلال استخلاص المعلومة من هذه البيانات ثم إنتاج المعرفة من خلال هذه البيانات ونقلها إلى العاملين في المؤسسة وتوثيقها فإذن عندما نتحدث عن تعلم مؤسسي فنحن نتحدث عن بروزيس وعندما نتحدث عن إدارة المعرفة فنحن نتحدث عن المضمون إذا أردت أن أختصر ماذا نعني بمعرفة المعرفة هي استخلاص المعلومات من البيانات وعلى أسباب أن البيانات هي عبارة عن الأثر الذي تحدثه أو يحدثه العمل أي أكشن نقوم بها فما تحدثه هذا الأكشن هذا العمل فهو البيان أو البيانات هذه البيانات التي ننتجها بشكل يومي أو نتلقاها بشكل يومي فيها مجموعة من المعلومات ولكن في نفس الوقت فيها مجموعة من ما نسميه بالنويز فيها مجموعة من التشويش بالتالي المؤسسة المتعلمة هي التي تستطيع أن تستخلص من هذه البيانات المعلومات التي تقود إلى المعرفة والمنظمة أو المؤسسة غير المتعلمة لا تستطيع أن تصل إلى المعلومات التي تتضمنها البيانات إذن هذه العلاقة الجدلية ما بين إدارة المعرفة والتعلم المؤسسي أصبحت الآن جوهرية ومهمة وتحتاج المنظمات على أنها تعتني بها وتستوعبها لماذا؟ لأن المعرفة سلطة المعرفة كذلك أصبحت أصول من أصول المؤسسة الآن التفاضل والتنافس بين المنظمات ليس على مستوى الموارد المالية فحسب وإنما كذلك على مستوى ما تتوفر عليه هذه المنظمة بإمكانيات معرفية من موارد معرفية بل أكثر من ذلك هناك مجموعة من المنظمات من المجتمع المدني التي لا تقدم خدمات فإنما دورها الرئيسي أو خبرتها أو كفاءتها إنما في إنتاج المعرفة وفي نقلها إلى باقي المؤسسة الأخرى وباقي المنظمات الأخرى وهذا هو أصعب شيء قد تكون هناك منظمات كثيرة عندها ربما قدرات لتقديم خدمات ولكن هناك عدد قليل جدا من المنظمات التي عندها قدر على أن خدماتها تكون هي المعرفة نعم حتى المستوى الاقتصاد اليوم أصبح اقتصاد المعرفة وهو الاقتصاد الذي تنافس به الدول الكبيرة الدول المتقدمة تنافس بعضها بعضا فإذا الموضوع المعرفة ومعضوها التعلم هذا موضوع في غاية من الأهمية تحتاج المنظمات أنها تهتم به مستقبلا إن أرادت أن تنافس